البعوديات هي فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين تمتص إناثها دم الإنسان وهي أكثر الحشرات المصة للدماء انتشاراً وتسبب المضايقة بالدغاتها المتكرره وتنقل العديد من الأمراض منها الملاريا كما تتغذى البعوديات أيضاً على دماء الحيوانات والطيور أنثى البعوديات هي وحدها التي تتغذى على الدم لأنه ضروري لنجي البيوض في حين أن الذكر يتغذى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار ويتميز فم الأنثى بأنه مزود بأجزاء دقيقة تساعد على ثقب الجلد وامتصاص الدم هناك أكثر من ثلاثة آلاف نوع من البعوض ويصنف علماء الأحياء أنواع البعوض فيما يقارب من خمسة وثلاثون جنساً فمثلاً ينتمي نوع من أكثر أنواع البعوض شيوعاً وينقل أنواع معينة من الديدان الطفيلية إلى جنس كيوليكس أو البربش وقد يحمل هذا النوع وكذلك أنواع أخرى من جنسه فيروسات التهاب الدماغ وينقل بعض أنواع البعوض من جنس الأنفليس البرداء ويحمل بعض أنواع البعوض من جنس الأديس فيروس الحم صفراء تعمل وجبة الدم التي تناولتها الأنثى على تكوين البيض وتضع الأنثى البيض فوق سطح الماء الذي يعتبر أساسياً لفقس البيض وتعتبر تجمعات مياه الأمطار والبرك وحمامات السباحة غير المستعملة وخزانات المياه غير المغطات ومياه الرشح الأرضي وما شابها ذلك كلها أماكن صالحة لوضع البيض يفقس البيض خلال يوم أو يومين وتخرج من كل بيضة يرقة صغيرة لا يزيد طولها عن مليمتر واحد لها رأس وصدر وعليها شعيرات تساعدها على العوم في الماء باحثة عن غذائها من التحالب وكائنات حية دقيقة وتتنفس اليرقة أكسجين الهواء الجوي عند سطح الماء ترجمة نانسي قنقر